معنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية في مدرسة الاقتصاد العلية سيدة لانا بدفان أهلا بك سيدة لانا معنا على سكا نيوز عربية سيد لانا باور أوف سيبيريا خط متقدم سيربط الجانب الروسي بالصيني بالعالم هذا البعض اعتبره عوضا عما كل ما خسره الجانب الروسي بأنابيبها مع أوروبا والقارة الأوروبية ما الفائدة الاقتصادية كيف ستعود على الجانب الروسي مع هذه الميزانية التي ستطيع أن نقول أنها متزايدة ودفاعية بامتياز أيضا نعم الآن ندرك بأن الحكومة الروسية بدأت تدير الدف الثاني من الشرق وهو الآسيا بدلا من أن تستعيد قدرتها على إعادة تشغيل خط نوردستريم واحد واثنان وإعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي إلا أن كان لدى الحكومة الروسية خيار أكثر وهو إدارة ضفة الجانب الشرقي وأعادة التعامل مع القارة الأسيوية بشبه كامل وخاصة مع الصين لذلك نلاحظ بأن خط سيبيريا هو أتى عوضا عن خط نوردستريم واحد وأن هناك تعزيز استراتيجي كبير سيكون بين روسيا والصين وخاصة أن هذا الخط والإنبوب هو وصل مباشر بين روسيا والصين دون أن يمر أولا بدول أو أن يكون هناك ناقلات بحرية نحن نعلم منذ تحديد سقف أسعار الغاز والنفط كان هناك مشكلة كبيرة في التأمينات والعقود للناقلات البحرية وقد اعتذرت عديد من الشركات الروسية والصينية حتى عن إعطاء التأمينات لهذه السفن الروسية خوفا وتجنبا من أي عقوبات قد تنهال عليها لذلك هذا الخط قد يجنب فعليا روسيا والصين تبعات أي عقوبة غربية وأيضا دون أن تطال عقوبات أي من شركات الناشئة سواء كانت صينية أو روسية التعاون السابق وصل حدته إلى 63% بين روسيا والصين لذلك اليوم عند تشغيل هذا الخط قد يكون هناك تعاون وتنافس وفعالية تاريخية غير مسبوقة من الإنجاز بين موسكو وبكين وخاصة بأن هذا سيعزز الاقتصاد الصيني المبني أساسا على المواد البترولية وأهمها الغاز سيدة بدفان دعينا نذهب إلى لغة الأرقام أنتم كاقتصاديين تفهمونها أكثر منها هل سيعوض هذا الخط مع الجانب الصيني كل ما خسرته روسيا بخسرتها لخطي السيل الشمالي يعني بلغة الأرقام كم سيكون مدخول روسيا من ضخ هذا الغاز إلى الجانب الصيني وربما للعالم في مرحلة ما حسب المؤشرات والتوقعات الخبراء الاقتصاديين قد يصل التعاون عند هذا الخط بنسبة 54% وقد يعني نشاهد ارتفاعا أكثر وخاصة بأن الخطوط القديمة التي كانت تربط بين روسيا والقرى الأوروبية وصلت حوالي إلى 30% بالتالي هذا الخط بين روسيا والصين سيكون بشكل مضاعف أكثر من الضخ الغاز وبالتالي مرابح اقتصادية أكبر لكل البلدين وخاصة بأن هذا التعامل لن يكون بالعملات الصعبة سيكون بين العملة الروبر والعملة الصينية اليوان بالتالي لن يكون هناك أي إشكالية من البيروقراطية أو الأوراق الاقتصادية والقانونية المعقدة بين كلا البلدين نحن نعلم أن أي دولة تمتلك مواد بترولية تصبح الدولة ذات مسرح ومركز ثقل صراع عالمي وتنافس عالمي لذلك اقتراب الصين اقتصادياً وبالتحالف مع روسيا بما معناه هو اقتراب من تعدد فكرة تعدد الاقتطاب وخاصة من ناحية الاقتصادية والتقرب من الحليف الأقوى اقتصادي بالتالي روسيا ليست الأقوى اقتصادياً سوى فقط في المواد البترولية ولكن أيضاً لدى روسيا استراتيجية بتطوير علاقتها الاقتصادية مع الصين المعروفة باستراتيجية الاقتصادية التي رسمتها بعد عام 2030 بالتالي هناك تعاون مشترك بين البلادين وحتى لو تحدثنا بلغة الأرقام نلاحظ بأن الصادرات الروسية إلى الصين أصبحت أكثر مؤشرات ارتفاعا من الصادرات السابقة التي كانت تتعامل بها روسيا مع الدول الأوروبية وخاصة أن هذا سوف يخفف من عرقلة الاقتصادات والشركات الروسية التي أصبحت الآن عليها ثقل كبير في التعامل بالعملات الصعبة اليوم هناك العملة الوطنية والعملة الصينية هذا بالشيء سوف يرتبط بشكل كبير بين الاقتصادات البلدين ويؤسس مفهوم جديد من التعاون الاقتصادي وربما فعليا سوف نلاحظ نجاح روسيا اقتصاديا بأن تطور اقتصادها وتجدد الأقوبات بارتباطها بشكل مباشر بالتكنولوجيا الصينية ربما الجانب الروسي استطاع الالتفاف على العقوبات الأمريكية والغربية الكبيرة والهائلة لكن ألا يوجد تخوف هنا من ضغط أمريكي ضغط غربي أوروبي أكبر على الصين بعد هذا التحرك يعني ألن يعتبر هذا يعني معاونة أو وقوفا إلى جانب الجانب الروسي في حربها في أوكرانيا لا أعتقد يعني سيكون هناك بتأكيد ضغط لكن ليس بشكل كبير لأن العقيدة السياسية الصينية هي معروفة الصين لا تؤمن بمبدأ فرض عقوبات على دولة ما الصين أيضا عارضت أو لم تكن من مؤيدي الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية كما وصفتها وأيضا الصين تجنبت الدخول في صراع عسكري بجانب روسيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا نقطة مهمة الصين لم تزود روسيا بالأسلحة العسكرية وبالمقابل هناك تعاونات واستراتيجيات اقتصادية كبيرة وهائلة بين الجانب الصيني والجانب الأمريكي بالتالي نلاحظ بأن سياسة الصين التي تتبعها الآن هي مبدأ توازن القوى الاقتصادي بين القطب الآسيوي والقطب الأوروبي وهي بمعلى بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية الصين أكبر دولة مستقطبة للشركات التكنولوجية الأمريكية بالتالي لن تبادر الصين بخسارة ما كانها ومركزها الثقل الاقتصادي من أجل التحالف السياسي والعسكري مع روسيا إنما لكل دولة استراتيجية سياسية وعسكرية معينة ولكن الارتباطات الاقتصادية لا بد منها من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية في مدرسة الاقتصاد العليا السيدة لانا بدفان شكرا جزيلا لك السيدة لانا بدفان شكرا جزيلا لك